بعد أشهر من السعي استجاب الرئيس الفرنسي ووافق على استقبال جمعيات وعائلات الضحايا والناجين من اعتداءة نوفمبر بالنسبة للرئاسة اللقاء هو للاستماع وتقييم عمليات المتابع والدعم النفسي أما للأهالي والناجين فكان حري بالرئاسة الاستماع من قبل فحولوا اللقاء إلى مناسبة لانتزاع التزام من رئيس الدولة المهم بالنسبة لنا هو وعد رئيس الجمهورية أنه سيقابلنا مرة ثانية قبل الصيف ليشرح لنا التقدم الذي تحرزه هذه التحقيقات يريد أهالي الضحايا والناجين أن تستفيد الحكومة من تجربتهم وأن تسرع معاملات التعويض أو تسليم تقارير التشريح الطبي والإعلان عن الوفاة ويريدون إجابات عن أسئلة كثيرة نريد أن نحاسب ونسائل الحكومة ونسألها عندما يقول صراع عبد السلام أنه مر من اليونان إلى فرنسا ومن فرنسا إلى بلجكة ومن بلجكة إلى فرنسا حتى بعد الهجمات لماذا؟ وهذا المهم أن تجيب الحكومة وتلتزم أن لا يتكرر هذا الأمر الحق بمعرفة من خطط ومن نفذ من جهة ومدى مسؤولية الحكومة في منعي هجمات نوفمبر أو تكرارها من جهة ثانية هو ما يطلبه هؤلاء من هذا اللقاء خلال ثلاثة أشهر سعى أهالي ضحايا هجمات نوفمبر لمقابلة الرئيس الفرنسي يتمنون بعض اللقاء أن تتحول الوعود التي سمعوها إلى التزامات حقيقية شاديشليلا سكاي نيوز عربية باريس